اهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري الذي نقدمه لكم من قناة ديموانا اكدى رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الفريق والسعيد شانجريحة تطلع الجزائر ورواندا لبعث ديناميكية جديدة على آلية لترقية العلاقات الثنائية وتوطيد التعاون العسكرية وابرز الفريق شانجريحة في كلمة القاها ان توطيد التعاون العسكري بين البلدين وترقيته الى مصاف تطلعات البلدين يسمح بمواجهة التحديات الامنية التي تشهدها القارة الافريقية بالفعالية والنجاعة اللازمتينة قرر والي المدية تفعيل سلطة حلول الوالي محل المجلس الشعبي البلدي لقصر البخاري حفاظا على النظام العام وسيرورة المرفق العام طبقا للأحكام الواردة في قانون البلدية مع توقيف وانهاء جميع قرارات الديمومية لكافة الأعضاء الدائمين من نواب ورؤساء اللجان ومندوب البلدية وجاء في بيان الوالي ان هذا القرار يبقى ساريا المفعول الى غاية رجوع المجلس للتداول وزوال حالة الانسداد التي شهدها المجلس ما اثر سلبا على التنمية المحلية للبلدية توفي شخصان واسيب اخر بجروح متفاوتة الخطورة اثر احتراق مركبتين بولاية قسنطينا وتدخلت مصالح الحماية المدنية على مستوى بلدية الخروب في حدود الساعة السابع واربعين دقيقة من اجل حادث استضام شاحنة نصف مقطورة وصيارة سياحية تبعها حريق كل للمركبتين بالطريق الوطني رقم عشر الرابط بين ولايتي قسنطينا وام البواقية استعادت أسعار النفط بعض مكاسبها في التعاملات الأسيوية المبكرة مع موازنة المستثمرين بين مخاوف تخفيض المنتجين الرئيسيين للإنتاج وبين التوقعات الضعيفة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية وارتفعت العقود الآجلة لخام برانت إلى 82 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية إلى 77.13 دولار إلى هنا مشاهدين الأفاضل نصل إلى نهاية الموجز الإخباري دمتم في أمانيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر